اشتركوا في القناة الى سنن تشريعية الى سنن كونية فالسنن التشريعية هي الاوامر التي ارتبطت بما يقتضي عدم الوجوب والسنن الكونية هي نوامس هذا الكون وما سير الله عليه هذا العالم فالسنن الكونية راجعة الى القدر ونحن نعلم من نعلم الله ينقسم الى قسمين الى القدر والشرع فالشرع علمنا الله اياه والزمنا به كلفنا به والقدر لم يعلمنا الله اياه ولم يكلفنا به وانما اوجب علينا الامان به فقط ولذلك فكلمات الله تنقسم الى قسمين الى كلمات تكوينية وكلمات تشريعية فالكلمات التكوينية هي القدرية وهي التي لا يتعدها بر ولا فاجر إذا قال للبر مت يموت وإذا قال للفاجر مت يموت لكن الكلمات التشريعية يقف عندها البر ويتعدها الفاجر فإذا قال للبر صلي يصلي وإذا قال للفاجر صلي لا يصلي فهذا الفرق بين الكلمات التشريعية والكلمات التكوينية والمرجع بها أيضا إلى الإرادة فالله جل جلاله له نعاني من أنواع الإرادة إرادة كونية وإرادة تشريعية فالإرادة التشريعية هي الأمر والإرادة التكوينية هي المشيعة فمشيئته نافذة في خلقه كله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وإرادته التشريعية تنفذ في الأبرار وفي المطيعين ويتعدها الفجار فما يقع من المعاصي كله بعلمه سبحانه وتعالى والقدر ليس به التكليف ولذلك فإن من السنن الكونية أن استعمال الأسباب لا بد منه لكن هذه الأسباب تركها معصية والتوكل عليها شرك هذا قاعد عامة توكل على الأسباب شرك وتركها معصية فالإنسان الذي يرى هذا الجدار سيسقط عليه أو يرى سيارة مسرعة إليه يجب عليه أن يهرب وإذا لم يهرب فهو عاصي قاتل النفس لكن يجب عليه مع ذلك أن يؤمن بقدر الله خيره وشره وأن عمره مكتوب وأنه لا يزيد ولا يقص وأنه لو تعالج لم يزيد ذلك في عمره ولو لم يتعالج لم يعجل ذلك موته وهكذا فكل على وفق القدر لا يموت الإنسان إلا بأجله فهذا النوع من السنن وهو استعمال الأسباب ونأخذ بها من السنن كذلك من السنن سنة التدافع وأساسها التدافع بين الحق والباطل فقد جعلها الله سنة ثابتة مستمرة وهي مصلحة الأرض فلو توقف التدافع لفسدت الأرض كما قال الله تعالى ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض كيف ذلك؟ وجه فسادها أن فيها أو أن الأرض مسرح للصراع بين حزبينهما حزب الله وحزب الشيطان وهذا الصراع بينهما أبدي وسرمدي لا يتوقف إلا بهزيمة أحدهما ولو قدر أن حزب الله هزم فلم تبقى له صولة ولا جولة لاستحق أهل الأرض سخط الله ومقته إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذلك حين لا يبقى على الأرض من يقول الله ولو قدر أن حزب الشيطان هزم فلم تبقى له صولة ولا جولة لاستحق أهل الأرض أن ينتقلوا من دار الأقدار والأكدار إلى دار القرار لأن هذه الدار إنما هي دار امتحان الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ومن نجح في الامتحان لا داعي لبقائه جالسا على كرسي الدراسة لأنه نجح في الامتحان فلذلك من سنة الله أن يبقى تدافع قائما بين الحق والباطل هذا التدافع ليس من شرطه التعادل والتساوي في القوة فميزان القوة لا يمكن أن يكون متساويا أبدا لأبي دين فما من اثنين يتقابلاني أو يتقاتلاني إلا واحدهما لديه نقاط قوة ليست لدى الآخر وبهذا يعلموا أن الجهاد ليس من شرطه التساوي في موازن القوة لو شرطنا التساوي في عدد الأفراد المقاتلين أو في عدد السلاح أو في العدد أو نحو ذلك لتوقف الجهاد هذا من النادر أن يتحقق وسنة التدافع تقتضي أن يبذل الإنسان جهده وهو مكلف بمذل السبب وليس مكلفا من نتائج النتائج من القدر وبذل الجهد والسبب من الشرع ونحن مكلفون بالشرع لا بالقدر ولهذا حكى الله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل في سورة المائدة قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين في مجرد دخول الباب يحصل به النصر فإذا بدل الإنسان السبب فقد نجح في الامتحاء رتب الله عليه شيئا أو لم يرتبه هذا ليس داخلا في طوقه هو قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بعينينا فتربصوا إنا معكم متربصون والآن تسمعون من يقول مثلا كانت الثورة السورية خطعا لأن الميزان القوى ماعي لصالح النظام ولأن الشعب الآن دمرت مدونه وقتل منه من قتل وشرد من شرد وهذا غلط لأن العبرة في بدل الأسباب نحن بدلنا أسبابنا كون الله لم يرتب عليها النتيجة التي نريده هذا قدر الله وليس بأيدينا وليس داخل في التكليف لا نكلف عليه لا يمكن أن نحاسب يوم القيامة على أننا لم ننجح أو أننا لم نصل إلى أهدافنا أو أننا لم نغلب عدونا هذا ليس من تكاليفنا ولذلك فإن نوحن عليه السلام بعدما بدل ما بدل قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل وهو بدل كل الجهود إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يستم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم وستغشوا ذيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا بارك الله بكم ووفقنا وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة